اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المتغيرات المتسارعة والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تلقي على كهل رجال الصحافة والإعلام مسؤولية كبيرة في التمسك بأمانة الكلمة وترسيخ دور الصحافة في استنهاد طاقات المجتمع وتحفيزه نحو التقدم جاء ذلك في رسالة وجه سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم غدا الجمعة شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أن الصحافة بما لها من تأثير قوي وفعال في صياغة وتوجيه الرأي العام العالمي تعد أساسا لإرساء السلام والاستقرار واحتواء وتسوية النزاعات وبث روح التعاون بين الدول والمجتمعات وتوجيه طاقاتها للتركيز على القضايا الإنسانية المشتركة التي يتفق عليها المجتمع العالمي وفي مقدمتها التنمية المستدامة وأكد سموه أن رعاية واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للصحافة وإيمان جلالته بدورها الوطني كان له عظيم الأثر فيما وصلت إليه الصحافة البحرينية من تطور يرتكز على أسس دستورية وقانونية عززت من مناخ حريات الرأي والتعبير رجال الصحافة والإعلام إلى إيلاء قضايا التنمية اهتماما أكبر بشكل يواكب الجهود والمساعي الحميدة التي تبذل على النطاق الدولي في هذا المجال وأن يكون صوت الصحافة أكثر وضوحا في كل ما يخدم الحفاظ على أمن واستقرار الدول وأن تتصدى بكل قوة لحملات الأكاذيب والتضليل التي تعمل على نشر الفرقة والانقسام بين الشعوب والمجتمعات وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن الأثر الهام للصحافة ووسائل الإعلام في بناء وعي الشعوب والمجتمعات يجب أن يزداد تطورا ليتناسب مع الطفرات التي يشهدها العالم في مجال المعلومات والاتصالات وهو ما يحتاج إلى تحصين مهنة الصحافة من كل الشوائب التي قد تسيء إلى قيمها النبيلة وشدد سموه على أن اليوم العالمي لحرية الصحافة بقدر ما يمثل احتفالية عالمية فإنه مناسبة لأن نغرس في الأجيال الجديدة من الصحفيين المبادئ السامية لمهنة الصحافة بما يعزز من قيمة العمل الصحفي ويكسبه مزيدا من الثقة وقال سموه إن الصحافة كانت وستظل حصنا هاما في تحقيق الأمن والاستقرار إذا ما استندت إلى الكلمة المسؤولة والقيم الرفيعة للعمل الصحفي لا سيما وأننا نعيش في عالم يشهد في كثير من مناطقه حالة من الفوضى في تداول المعلومات وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين آمنت منذ وقت طويل بقيمة وتأثير الصحافة كمحرك لنهضة المجتمع وعملت ولا تزال على توفير المقومات التي توفر لصحافة البيئة التي تمكنها من القيام بدورها الحيوي في هذا المجال وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن الصحافة البحرينية عبر تاريخها الطويل كان لها دورها الهام في تدعيم مسيرة البناء والنهضة ودافعت عبر أجيال متعاقبة عن قضايا الوطن وأمنه واستقراره بكل الوعي والمسؤولية واستذكر سموه بكل التقدير رجال البحرين الأوائل من الصحفيين والإعلاميين وما قاموا به من جهد أرسى المبادئ والأسس التي قامت عليها أعمدة الصحافة البحرينية ومدارسها الفكرية المتنوعة وأكد سموه أن الصحافة الوطنية تطلع بدور كبير فهي القائمة على تنوير الرأي العام وتحفيزه تجاه ما ينمي قيام الولاء والانتماء في خدمة الوطن بالإضافة إلى جهودها في مساندة مسيرة التنمية وتعظيم كل منجز وطني وتوجه سموه بخالص التهنئة إلى جمعية الصحفيين البحرينية والأسرة الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مشيدا سموه بالجهود التي تقوم بها الجمعية من أجل تطوير واقع الصحافة في البحرين وتحقيق تطلعات جميع المنتسبين لها ترجمة نانسي قنقر